يحاول هؤلاء النواب إدخال العراق في أتونس راع عاصف لا ناقة للشعب العراقي فيه ولا جمل فقط من أجل إرضاء إيران الموتورة بعد مقتل أهم قادتها العسكريين على يد القوات الأمريكية وإذ تبحث طهران عن رد يواري ما حل بها ويعيد لها اتزانها المفقود يؤكد قادتها وميليشياتها أن أفضل رد سيكون بخروج أمريكا من المنطقة والبداية من العراق هكذا جاء الإعاز من طهران فتلقفه أشباه الساسة في العراق لنية للانسحاب من العراق تصريحات واضحة ومتكررة تصدر من واشنطن تؤكد أن قرار البرلمان في بغداد لا يعد كونه مراهقة سياسية وطيشا ميليشيويا يريد تعريض العراق إلى مزيد من الدمار وذلك بعد رسالة مثيرة للجدل تم تسريبها وتدولها عبر الإعلام تبلغ فيها القيادة العسكرية الأمريكية نظيرتها في العراق أن الجنود الأمريكيين سيبدأون بالانسحاب بيد أن رئيس الأركان مارك ميلي أكد أن الرسالة كانت مسودة غير موقعة وأرسلت بالخطأ وفي الرسالة الموجهة لقيادة العمليات المشتركة في العراق يقول الجيش الأمريكي إن قوات التحالف التي تقودها واشنطن بصدد تنفيذ عمليات إعادة تموضع بهدف الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعالة لكن الجنرال ميلي قال إن هذه الفقرة بالتحديد صيغت بشكل سيء لأنها تعني انسحابا وهذا لن يحدث أما وزير الدفاع مارك إسبر فقد نفى هو الآخر وجود أي قرار أو تخطيط للانسحاب مؤكدا أن جلسة التصويت في برلمان العراق لم يشارك فيها أي من النواب الكرد والسنة وأن الكثير من النواب الشيعة شاركوا تحت التهديد حكومة مستقيلة وبرلمان منقص الشرعية جاء بعد انتخابات مزورة يقران قانونا لإخراج القوات الأجنبية من العراق لا لمصلحة شعبه بل لإرضاء شهوة الثأر الإيرانية المتأصلة في الشخصية الفارسية والعاجزة عن مواجهة أمريكا إلا عبر هذا الشعب الذي سحقته مغامرات الطبقة الفاسدة التي جاءت بالاحتلال الأمريكي وها هي اليوم تسعى إلى القضاء على ما بقي منه خدمة للمحتل الإيراني وهذا ما فهمه جيدا منتفضو ثورة تشري الذين أكدوا في شعاراتهم موقفهم من نظام طهران مغداد حره حره موسيقى موسيقى